بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للحل ان شاء الله في كتاب الدليل هنبدأ بقى نشوف صفحة 31 سؤال 110 السؤال بيقول من الشكل المقابل اين مما يلي صحيح طبعا دي عظام الحوض خليبال قبل ما نبدأ في فارج ما بين حدين ما بين الحزام الحوضي وده عدد عظام اتنين طب ليه لان الحرقفة والورك والعانة يلتحموا فيكونوا عظمة واحدة في كل نصف يبقى كده الحزام الحوض اتنين اما عظام الحوض اربعة طب ليه اربعة بتشمل الحزام الو اتنين زائد العجز زائد العصص عظمتي العجز العصص اللي دي ودي طيب الشكل المقابل بقى اي من هما يمثل عظام حوض لرجل وامرأة طيب بص بيه لحظة كده طبعا دي هنا الزاوية كام؟ عند الارتفاكل يعني هنا مية واقل وهنا تسعين يعني هنا اكثر اتساعا يبدي على طول اعظام حوض لامرأة طب اي اكثر اتساعا ليه؟ ده عشان تلائم عمليتي الحمل والولادة لان معظم اعضاء الجهاز التنسول الانسوي تقع بين اعظام الحوض طب ده اقل التساعا وفيه هنا حتة مهمة جدا لو انا هنعمل مقارنة خلي بالك بيه ما بين عظام الحوض لرجل وامرأة هادي رجل وهادي امرأة هاللاجنة اقوى في الرجل لكن اقل قوة او اضعف في الانسة لكنها في الرجل بتكون اقل التساعا وفي الانسة اكثر التساعا فكده يبقى خلاص احنا عملنا مقارنة كاملة ما بينه وبالتالي خلاص شكل ايه نمثل عظام حوض لرجل يبقى ده رجل معروف وديه انسة ويتكون من عظمتين الجملة الاولى صح لكن عظمتين غلط المفروض اربعة شكل ايه عظام حوض لانسة تكون من عظمتين غلط في الاثنين شكل بيه يوضح عظام حوض لانسة صح واربع عظام صح تمام وفهمت انت اربع عظام ليه السؤال التاني بقى كل مما يلي صحيح عن عظمة القص اللي موجودة في مقدمة القفص الصدري معادة التامة الجزء السفلي لها ابطأ من التامة الجزء العلوي صح ليه؟ لان الجزء السفلي لا جزء غدروفي لا يصل له دم والتالي التامة بطيء اما الجزء العلوي جزء عظمي التالي بيصل له دم والتالي التامة اسرع ده عظمي طيب يتصل بقى سبعة ازواج من الدروح بشكل مباشر صح لانه عدد الدروح التي تتصل بالقص بشكل مباشر من واحد لسبعة يسموه حتى دروح حقيقية تتصل من واحد لسبعة طيب الدروح الكاذبة التي تتصل بالقص اتصل غير مباشر اللي هو الثامن والتاسع والعاشر اذا دي تتصل بالقص بس تتصل غير مباشر عن طريق ظروف الضلع السابع وخلي بالك اطول ازواج الضلوع هو الزوج الضلوع السابع ليه؟ العلبة بتاع تلقاف الصدري علبة مخروطية الشكل تبدأ من الاطوال اللي هي الضلوع الاقل طولا الاكبر طب تقول لي طب العاشر ما يكونش اكبر ليه؟ كان الثامن والتاسع والعاشر بيتصلوا اتصل غير مباشر بالقص انهم مقصيرين شوي اما الضلعس الحداش واثناشر تسمى دوله عائمة السؤال بعده تحصل القص على غزاء بتركتين مختلفتين صح؟ طب ليه؟ لان عندك جزء غضروف وجزء عظمي الجزء العظم ده بيحصل على غزاءه من الاوعية الدموية بصورة مباشرة اما ده بيحصل على غزاءه بصورة غير مباشرة من الجزء العظمي الجملة اللي بعدها يتصل بها اتنين وعشرين عظمه من انظام الهيكل محوري خلي بالك هنا غلط هنا غلط هو فعلا بيتصل بها اتنين وعشرين عظمه بس عشرين ضلع واثنين ترقوه وبالتالي ضلع ده هيكل محوري وده هيكل طرف اللي يترقوه وبالتالي المفروض تكون الاجابة اتنين وعشرين عظمه من انظام الهيكل العظمي وبرده مباشرة غلط لانه المفروض بيتصل بها اتنين وعشرين عظمه من انظام الهيكل المحوري او الهيكل اللي هو العظمي ككل يعني تمام؟ احنا مضحقين لفظ مباشر وغير مباشر من شوي السؤال ايه بعده؟ بيقول عدد عظام الحزام الحوض احنا بونا لسه من شوي الحزام الحوض كام؟ اتنين تتساوى عدديا مع كل من ماتي مع عدد عاوزك تجرى الاسئلة الاخر عظام الحزام الصدري المتصلة بالقص مين المتصل بالقص؟ اللي هو اتنين ترقوه ودولة اتنين صح نتساوي معه عدد تجاوف الطرفين العلوية صح اتنين اللي هما تجوف عظمه الزند هتقول لي طب الاتنين بتوع التجوف الاروح دولة بتوع الحزام الصدري مش الطرف العلو عدد النتوءات التي تحملها الزائدة الخلفية للفقر العظمي اللي هو النتوء شوكي يحمل نتوءان مفصليان خلفية صح؟ فاضل بقى عدد الأربطة التي تصل الفغز بالقصبة دولة الثلاثة الأرباط الصليب الأمامي والصليب الخلفي أرباط الوسطي السؤال 113 تبدو الغضريف باللون الأبيض تبدو الغضريف باللون الأبيض لعدم احتوى على وعدمه صح؟ الغضريف الغالب بيضاء زي ما قلنا في اللحمة وانت بتكسر كده معروف وظروف جوز أبيض أو ممكن يبدو يعني مقارب لولو الأصفر زي الغضريف اللي بين فقرات العمود الفقر طب ليه؟ لأنه مفقاش أوعيدة موية فالعبارة صحيحة الغضريف أقل صلابة من العظام صح لخلوها من أملها الكالس مظبوط إذن عبارتان صحيحتان تتمفصل الكعبرة مع كل مما يأتي كل أعظمها عادة هتكون اللي جاب راحة اليد طيب نشوف واحدة واحدة هي تتمفصل مع العدد أي النتوء الخارجي لعظمة العدد مع الكعبرة طيب تتمفصل مع رزغ اليد وتحديدا الطرف السفلي للكعبرة مع صف العلوي لعظام رزغ اليد مع الطرف العلوي لعظام رزغ اليد طيب تتمفصل مع الزند أيها صح بمفصل زلالي مفصل زلالي في البداية خلي بالا هنورها لك وده مفصل زلالي هنتكلم عليه نشوف كده رسم الأول شوف كده بالبداية ها دي عظمة الزند وده عظمة الكعبرة وده الكعبرة مفصلة مع عظام الرزغ او الاتنين دولة فوق في الجزء ده منهم مفصل ايه زلالي تمام؟ يسموا المفصل ده اصلا نسمه مفصل مداري مفصل مداري يشبه بالظبط ما بين العنقية الثانية والعنقية الأولى تمام؟ لان بين العنقية الأولى والثانية مفصل ايه؟ ها دي في البداية بقى طيب هنورك صورة تانية بقى هنا برضو ها دي عظمة الكعبرة وده عظمة الزند وده احنا قلنا في البداية هنا بقى عند رأس الكعبرة مع الزند بيكون مفصل زلالي اسمه مداري طيب شايب بقى دهو بين الكعبرة الزند اللي هو الغشاء ما بينهم خلي بقى ده مفصل لي في لي في وده متحرك قليلا أصلا متحرك قليلا انت واخد خلي بالا ان معظم المفاصل اللي فيه ثابت مش كله معظمها ثابتة لا تسمح بحركة وليس كل المفاصل وراجع الكلام اللي عندك بالتفصيل فده من ضمن المفاصل اللي فيه المتحركة قليلا للتوضيح طيب نشوف السؤال الزم الحوض للرجل البالغ تتساوى عدديا طبعا الزم الحوض اربعة هتساوى مع مين عدد الانحناءات بالعمود الفقر هما كان من انحناء اربعة صح انحناء العنقي اللي هو المحدب انحناء اللي هو الظهري وانحناء القطني والعجز العصاصي اللي هو الحوض عدد تجاوفي الاطراف خلي بالك بقى بص انا علج عليها هي دي الاجابة عدد اربطها تصل فغز بالصاق في طرف واحد اربعة صح الاقراس الوضروفية بين الفقرات المقابلة تجاوف البطل اربعة ليه؟ لانه ما خمس فقرات بينهم بينهم انت لو رسامته ده فقرة ودي فقرة ودي فقرة وكذا بينهم ايه؟ اقراس وضروفي اده قرص وده قرص وضروفي وده قرص هتلجون كم؟ اربعة عدد النتوات المصلية للفقرة القطنية الاولى معروفة اربعة اثنين مصلة امامي واثنين مصلة خلف فاضل دي بقى عدد تجاوف الاطراف خلي بالك عشان ما تغلطش بقى خالص بص عدد تجاوف الهيكل الطرفي معروفين ان هما ستة اللي هما اثنين بتوعظمة الزند واثنين تجاوف اروح واثنين تجاوف حقي او حقي الاثنين بتوعظمة الزند دودت بالطرفان العلويان والاثنين اروح بالحزام صدري والاثنين الحقي بالحزام الحوضي يبقى عدد تجاوف الاطراف اثنين زائد صفر لان الطرفين السفليين ما فهمش يبقى كده كام اثنين بس يبقى خلي بالك عشان ما تغلطش عدد لو سأل واكتبوا راي عدد تجاوف الطرفين العلويين اثنين طرفين السفليين صفر عدد تجاوف الاطراف اثنين اثنين زائد صفر عدد تجاوف الحزام الصدري اثنين الحزام الحوضي اثنين لحزمة اربعة طيب لو طلب الهيكل الطرفي اثنين يبقى ست يا رب ما طلق وطفاء تاني بقى السؤال بعد كل الممالي صحيح عن عزمة الطرقوة ما عدد من العزمة المسطحة صحيح زي الحرقوفة والحل كتف وزي الضلوع والقص والكلام ده كل عزمة وفقية صح خلي بالك فيها انحنائين بتبدو على شكل حرف اس فيها انحنائين تتصل بعظم من الهيكلين الطرفي والمحوري صح ليه لانه ترقوب تتصل بالقص من الامام ده هيكل محوري وتتصل بيه لوح الكتف من الجنب يبقى ده هيكل طرف يبقى صح صعبة الكسر غلط لانها سهلة الكسر من اضعف اعظم جسمك المعرض الكسر اللي هي الطرق و السؤال مية والسبعتاشر بيقولت تشاب الفقرة السالسة مع الرابع اللي تلينة عنقية تشابه فين ايوة في الشكل والنوع لان احنا عارفين خلاص احنا اخذين الكلام ده ورجع الفيديو الاولاني الفقرات العنقية تلت اشكال الاولى شكل والتانية شكل اخر من التالتة للسبعة نفس الشكل يبقى الثالثة من رابعة نفس الشكل ونفس النوع اللي هما فقرات عنقية لكن هل يختلف طبعا هل يتشابه في الحجم لا لكن لو السؤال جال تختلف تختلف ايختلف في الحجم طبعا لكن يتشابه في الشكل والنوع السؤال اللي بعد تتشابه الفقرة الثانية مع الثالثة طبعا هيبقى تشابه فين بس في النوع بس ان كلهما عنقية لكن يختلفوا شكلا وحجما شكلا وحجما لان التالتة اكبر من التانية السؤال اللي بعده تتمفصل الفقرات الظهرية مع كل ممات ما عدا تتمفصل مع القطنية التي تسبقها صح لان الفقر الظهرية الاخيرة اللي هي 19 في العمود الفقر تتمفصل مع 20 للقطنية الاولى والعنقي أي القطني العنقية الاخيرة تتمفصل مع الاولى الظهري وتتمفصل مع الدلوع من الخلف تمام لكن هل تتمصل مع القص لا السؤال اللي بعده لسه حلينه فقرات العنقية المتشبهة بالشكل احنا قلنا من كم من التالتة لسبعة يعني كم فقرة خمس فقرات تتساوى عددين مع كل ممات ما عدا عدد مجموعات فقرات العمود الفقري صح مجموعات العمود الفقري خمس مجموعات عنقية ظهرية قطنية عجزية عصصية عظام راحة اليد خمس مجموع العظام اللي هنا المفصلي الكتف والكوع الكتف اثنين والكوع ثلاثة يبقى خمس صح فاضل مين خلاص اللي فاضلة دي عدد عظام الفقرات العجزية بتحسب عظمة واحدة بس لانها ملتحمة السؤال اللي بعده بيقول الفقرة المنصفة للفقرات الملتحمة طبعا انا اكيد تس عشرين ليه؟ والله المنصف الفقرات الملتحمة الملتحمة عددهم تسعة المنصف يبقى اللي في النص يبقى الخمسة لانها يبقى اربعة فوق واربعة تحت واللي في النص دي الخمس اللي العجزية الاخيرة اللي هي رقمها كم؟ تس عشرين افتكر بس معاي لو دي جل الفقرة المنصفة للعنق يبقى رقم اربعة لان العنق سبعة يبقى المنصف للعنق كام؟ اربعة المنصفة للفقرات القطنية قطنية التالت ليه رقمه اتنين وعشرين المنصفة للفقرات العجزية رقم سبعة عشرين لان عجزية من خمسة عشرين هي تسعة عشرين للملتحمة ها؟ يبقى تسعة عشرين طب للعمود الفقري 17 هجول لي طب هنعرف ازاي ما احنا قلنا المنصفة طب لو انت غلوبت فيها تعمل ايه تاخد اول فقر ده يعني لو العملياء بازت معها خالص مع اخر فقر تجمحهم وتكسم على اتنين لو المتاصف يعني على سبيل المثال هنقول مثال ايه الفقر المنصفة للعنق العنق واحد زائد سبعة الاولى زائد الاخيرة زائد على اتنين يديك اربعة المنصفة للقطنية القطنية الاولى عشرين والاخيرة اربعة عشرين على الاتنين تطلع اتنين وعشرين وهكذا زي الملتحمة الاولى ملتحمة خمسة وعشرين والاخيرة تلاتة وثلاثين على الاتنين تطلع تسة وعشرين ده من الاخر يعني السؤال اللي بعده بيقول كل العبارات الهاتفية صحيحة عن العنقية الاولى تتمفصل مع الجنجور ومفصل زلالي صح وقناة العصبية وسعة ودي أوسع قناة عصبية لأن دي بداية مرور الحبل الشوك ليس لا نتوء شوك صح إذن هل هي فقرة نموزوجية لا لسببين ليس بها نتوء شوك وكمان ليس لا جسم فقرة أصلا ليس لا جسم فقر تشبه الحلقة بيسموه أطلس في الطب تمام السؤال اللي بعده عاوزك تركز فيه بيقول كل العبارات الهاتية صحيحة عن الغضاريف ما عدا يستغرق التأمى وقت طويل صح لأن ليس بها وعيدة موية فعبل ما يوصل لك زاء من العظام بخاصية الانتشار والعظام تتعطف عليها توصل لك زاء وبالتالي تاخد وقت أطول توجد في المفاصل الزلالية والغضرفية صح صح بس هنا على شكل مد أقراص غضرفية سميكة مططة بتكون معتمة أما ده على شكل مد غضرفية رقيقة شفافة ملساء يصل إليها غزاء أكسوجين صح بخاصية الانتشار موصل لك دم وجلنا كمان بتبدو بيضاء اللون هنا بقى فضل دي يقتصر روزفيت على حماية الأعظام من التآكل هنا غلط لأن هل كل الغضريف تحمل أعظام من التآكل بس لا في عند غضريف الأذن والأنف والقصبة لوائية لا وظائف أخرى لا وظائف أخرى لا أدور في التنفس لا أدور في المناعة إذن هنا عشان جال يقتصر الوظيفة فده غلط السؤال 124 كل العبارات التي تأتي صحيح عن الفقرات القطانية معادة أكثر الفقرات عرضة للانزلاق الغضروفي صح لأن الأقراص الغضروفية ممكن تتحرك من المكان وده نتيج ضغط الواقع عليها تحمل ضغط عالي جدا أكثر الفقرات تملك نطاق حركة أكبر ليه؟ مش متصل بحاجة ده عندك الظهرية متصلة بالضلوع تمام؟ فديه تملك نطاق حركة أوسع أوسع حاجة تتحمل معظم وزن جيس المكتب والضغط الواقع عليه لما أخذنا رسم بياني بين الضغط الواقع على الفقرات وحجم الفقرات المتمفصلة هلاجع علاقة أرضية بس لا تبدأ من الصفر لا تبدأ من الصفر طيب فضل دي خلاص عدد أزواج النتوات الكاملة 35 عارف لو قال شال أزواج وقال النتوات الكاملة بصح لأنه هي فيها كل فقرة هي فقرة المسجي فسبعة نتواء فسبعة في خمس فقرات بخمسة ثلاثية فكده تبقى صح لكن جال أزواج من اللي توجد في سورة أزواج تلت أنواع بس اللي هي النتوء المصطل الأمامي والمصطل الخلفي ونتوء المستعرض سؤالي بعده تعتبر علاقة بين العظام والغضاريف علاقة تبادل منفعة أيه في علاقة تبادل منفعة ليه؟ اللي هو مبدأ نفع والسنف العظام بتمد الغضاريف بالغزاء والإكسجين في مقابل إن الغضاريف تحميها من التأكل نتيجة الاحتكاك المستمر طيب تحصل اسمع الجملة بل عبارة اللقاء صحيح تحصل جميع عظاق الجهاز اللي يكلع على الغزاء بصورة مباشرة من الدم غلط هل كله بيحصل عظاقه بصورة مباشرة من الدم؟ لا عندك الغضاريف لا تحصل عظاقه من الدم بصورة مباشرة وإنما تحصل على الغزاء من النظام بخصين الشار إبال عبارة الأولى الصحيحة والثانية خطب الحبل الشوكي لا يمتد بطول العمود الفقر أيها صح طب ليه والله لأن الحبل الشوكي لا يمر لفي الفقرات العجزية ولا العصصية لأنه ما فيهش قنوات عصبية العجزية فسقوب بس فسقوب عجزية بيمر منها تفرعات الحبل الشوكي فيه معلومة بس إضافية للتوضيح هو أصلا الحبل الشوكي بيمر بداية من العنقية الأولى وده للتوضيح بس إلى القطنية الأولى أو ما بين القطنية الأولى والثانية يعني آخره ما بين القطنية الأولى والقطنية الثانية هتقول لي طب ماشي وبعدين بيبعي با ده تفرعات الضفيرة بتاعة الألياف تفرعات الحبل الشوكي اللي الدفيرة اللي بتكمل بقى تمام عشان كده الحبل الشوكي لا يمر حبل نفسه لا يمر خلال 13 فقر لما الأربعة القطنية الأخيرة وده كمعلومة إضافية تعرفها والعجزية والعصاصية إبا كده 13 أربعة زي 9 الملتحمين إبا 13 وده كمعلومة إضافية أن بعض الكتب كانت جايبها لا يصطدم الغضريف أثناء مروره بالعمود الفقر صح طب ليه لأنه الغضريف توجد بين أجسام الفقرات أجسام الفقرات بين الجسم والجسم دي اسمها الغضريف اللي هي على هيئة أقراص غضروفي وتوجد الحلقة الشوكية الحلقة الشوكية بتتصب جسم الفقر من الخلف اللي بداخلها قناة عصبية وبالتالي لا يصطدم الحبل الشوكي أثناء مروره بالغضريف في العمود الفقر تمام يبقى العبارات صحيحة وده تفسيرها بالتوضيح يعني ده الجزء اللي هو خاص بآخر جزء خاص بالدعاء تمام هنكمل إن شاء الله جزء في الحركة واحدة وحدة انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته